سقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم معالي إدوارد هيجر رئيس وزراء جمهورية سولفاكيا الصديقة بمقر إكسبو 2020 دبي وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بحث العلاقات الثنائية وسبول تنميتها وأثق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يعكس عمق الروابط بين البلدين والشعبين الصديقين في ضوء رؤية مشتركة حول أهمية إيجاد مسارات جديدة للتعاون بمشاركة القطاعين الحكومي والخاصة مع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من جانبه أكد معالي رئيس الوزراء السولفاكي عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والعمل على تطويرها ضمن مختلف القطاعات مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققت دبي ودولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي ومدى الحفاوة الذي استقبل بها الوفد السولفاكي المشارك في المعرض لفتا إلى مشاركة بلاده في هذه النسخة من المعرض بجناح متكامل يعرض تطور التجربة السولفاكية وتحولها من بلد زراعي إلى الاعتماد على تكنولوجيا المستقبل ترجمة نانسي قنقر